بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية حب بارك لزملائي اقرار قانون مزاولة مهنة الطب والمهنة المساعدة وحقوق المرضى والمنشاة الصحية قانون رقم 7 على سنة 2020 كثير من الزملاء طلبوا مني اني اتكلم عن مميزات القانون البعض طلب مني اني ارد على بعض الملاحظات اللي طرحت بالفترة اللي فاتت في السوشيال ميديا وغيري والبعض طلب مني اني اشرح القانون شرح كامل عن القانون بكل مواده طبعا انا اعتقد ان اهمية معرفة القانون مفروض ان كل مزاول مهنة يعرف شنو القانون اللي هو قاعد يشتغل فيه شنو واجباته شنو حقوقه بالبداية بقول مسيرة اقرار القانون طبعا قانوننا اللي سابق لهذا القانون قبل ما يقر اللي هو قانون سنة 1981 يعني تقريبا احنا صار لنا بقرابة الاربعين سنة على القانون القديم انا شخصيا صار لي في مجلس ادارة جمعية طبال الاسنان قرابة ثمان سنوات مروا علي تقريبا خمس وزراء حاولنا من سنوات تعديل هذا القانون اشتهدوا كثير من الزملاء انا كنت واحد منهم ان نعدل ونغير بالقانون لكن لله الحمد الفترة اللي طافت قبل شم سنة ابتدينا بعمل مسودة القانون كان في تعاون بين مؤسسة كويت للتقدم العلمي جزاهم الله خير قاموا بعمل مسودة جيدة بالتعاون معنا ومع جمعيات النفع العام الأخرى منهم جمعية طبية ومشى سيناريو فيه اكثر من طريج الى ان اتت وزارة الصحة وطلبت الجلوس على طاولة واحدة للخروج بمسودة قانون تخدم القطاع كاملة وكان طلبنا بالبداية ان تكون المسودة الاساسية اللي نتناقش فيها هي مسودة مؤسسة كويت تقدم العلمي وتم تعديل بعض النقاط اللي ممكن يكون تطبيقها واقعي في بلدنا بالكويت طيب بهذه المناسبة احب اشكر القائمين على اقرار القانون او اللي ساهموا خصوصا بلجنة صياغة القانون على راسهم دكتور راهيم هادي دكتور سلمان الصباح الدكتور احمد الثويني رئيس الجمعية واعضاء الجمعية الطبية كذلك زملائي في اعضاء مجسد ادارة جمعية طباء الاسنان وجميع من عمل لخدمة اقرار هذا القانون انا يعني كنت اتمنى من النقاط اللي طرحت كانتقاد للقانون انه يتم التواصل معاننا اذا كان فيه اي ملاحظات على هذا القانون بدل من الطرح العشوائي في سوشيال ميديا يعني بالاخير احنا حاولنا او قمنا بعمل ما في عمل الواحد يقدر يجزم انه هو العمل الافضل لابد انه يكون فيه بعض الانتقادات قد يعجب البعض وقد لا يعجب الاخر بالنهاية القانون هذا قانون دسم فيه تقريبا 87 مادة قد بعض المواد تعني الناس والمواد الاخرى لا تعنيهم لان القانون فيه ما يعني حقوق المرضى وما يعني بعض التخصصات دون الاخرى الهدف من الملخص هذا ان انا ادري ان القانون فيه كثير من الناس ما رح تقراه قانون دسم يبيل له كذا ساعة يبيل له يمكن كذا يوم عشان اقدر اقراه ولو قريتها عشان افهمه في بعض النقاط غير معلوم المعنى منها فبالبريزنتيشن هذا رح تكلم عن جميع مواد القانون يمكن بمدة قليلة النقاط اللي رح اشرحها هذي مو محتويات القانون بحذافيرها نص المادة هذا محتوى او معنى القانون عشان لاحد ياخذ الموضوع ان هي حذافيرها دي اخي نقول الكلمة قانونيا اللي موجودة بالقانون انا رح تكلم عن شرح انا يمكن البيزنتيشن سويته اكثر من مرة واكثر من مجموعة طلبوه مني وشرحت لهم يا اتمنى ان الكل يستفيد منه وهذا اللي لازم احنا كلنا نسوي الهدف ان نوعي الناس بالقانون اتمنى بعد ما يوصل هالفيديو هذا للناس المعنية او الشخص المفتم بمعرفة قانونه اذا فيه اي ملاحظات ممكن توصلنا بحيث ان احنا نستفيد منها في صياغة مسودة او في صياغة اللاحة التنفيذية لهذا القانون بداية نخلينا نبتدي بالقانون اوه القانون ما في فهرس لكن حطيت له فهرس توضيحي سريع ملخص عشان الواحد يعرف شنو الفصول وشنو المواد اذا يبيرجع لها الفصل الاول عبارة عن التعريفات التعريفات ما نحطيتها بتفاصيلها ليه بيقدر يرد لها بس غالبا التعريفات او التعريف يذكر في القانون اذا كان متكرر اكثر من المرة او اذا كان التعريف غير واضح الفصل الثاني مزاولة المهنة مادة اثنين راح تكلم فيه من المادة اثنين الى مادة اثنين مادة اثنين عرف مزاولة المهنة اللي هو من هو الطبيب مادة ثلاثة عرف المهنة المساعدة وعطى صراحية لإضافة مهنة أخرى مع القانون بعد الاستعانة بجمعيات النفع العام مادة أربعة حدد محتويات الترخيص صور ومسمى ووظيفة وتخصص وإلى آخرة مادة خمسة حدد وألزم مدة لإدار الترخيص لإصدار الترخيص طبعا هذه الميزة في المادة هذه يمكن البعض منه خصوصا بالقطاع الأهلي يقعد يشوف لما يبدأ يقدم على ترخيص مزاورة مهنة أو ترخيص منشأة ياخذ وقت يطوف الشهرين فهنا أصرينا أن يكون الزاما بالقانون مدة تقديم على الترخيص ما تتجاوز ستين يوم وإذا عدد ستين يوم لا حق يظلم لمدة ثلاثين يوم عند الوكيل وفي حال لم يصدر أي ترخيص لا حق أن يتجه إلى المحكمة المادة ستة شرط التأمين على مزاورة المهنة في القطاع الأهلي المادة سبعة جواز إصدار ترخيص مؤقت لطبيب الزائر وهذه النقطة ممكن تفيد وزارة الصحة لاستقطاب الناس في بعض التخصصات مادة ثمانية سمح ونظم رسميا في تدريب مزاولة المهنة هذه المادة يمكن تفيد كذلك ناس ما ذكره في البداية لبعض تدريب الأطباء وتدريب مزاولة المهنة والمتطوعين ما كان فيه لها تنظيم وآليات تسمح في تدريب في أكثر من قطاع الحين تم إقرارها بالقانون أن كيمز هي الجهة المختصة في هذا الشأن مو بس للأطباء كذلك المزاولة المهنة ولها الحق الاستعانة في الجهات الأخرى حتى لو كانت في القطاع الأهلي الفصل الثالث اللي هي أداب وأخلاقيات المهنة مادة تسعة نقاط اللي مفروض أن يلتزم فيها مزاولة المهنة طبعا كلها نقاط واقعية ومنطقية عادية تقديم العناية للمريض خصوصية المريض عدم التنييز بين المرضى تبادل المعلومات والتعاون مع الطاقم الطبي عدم النقاص من مكانة الزميل وترديد الإشاعات ونركز على هذه المادة لأننا كنا نشوف منها في وسطنا فهذه راح تكون مخالفة في حال عملها تلبية النداء في حالات الكوارث والحروب الفصل الثالث كذلك من آداب وأخلاقيات المهنة نيع على موضوع الموافقة المستنيرة مادة من 10 إلى 12 لازم أحصل على الموافقة المستنيرة للمريض بإني أشرح له حالته أسبابها شون حالة التشخيص بالها مضاعفاتها الأشياء اللي نحن قاعد نسويها بشكل عام وروتيني طبعا نتكلم عن المضاعفات النادرة ما راح أشرح للطب كله بشكل عام طيب يجب صدور الموافقة المستنيرة عن كل العمل بمعنى أنا بالبداية لما نحطه لتريتمت بلان خلاص توقيع واحد لكن إذا استجد شيء يديد لازم أن أنا أبلغ فيه المريض وأخذ توقيعه المهم عندنا منه اللي مفروض يحقله يوقع على الموافقة المستنيرة الشرح اللي موجود بالقانون عبارة عن أربع صفحات عشان يبين لي آلية الموافقة المستنيرة وطبعا كان فيها مشاكل في السابق ويمكن بعضنا وغالبا إحنا عندنا بقطاع طب الأسنان كنا نواجه مشكلة التوقيع على الكونسينت فو كان في السابق أعتقد أن الأب إذا ما كان موجود لازم الأم تثبت حضانته والمشاكل اللي كنا ندش فيها يعني بالأحرى الطبيب لازم يكون عارف يكون عارف قانون الأحوال الشخصية عشان يعرف منه اللي حق لا يوقع بالقانون هذا بعد ما طلعنا على النقاط اللي ممكن تحلها هي نوصلنا حق ملخص سريع شنو اللي الأشخاص اللي يوقعون تقسمت إلى خمس فئات أسوري ثلاث فئات فيها الأولى من خمستعش سنة إلى ثمانتعش اللي عمره خمستعش سنة يحق له العلاج بالرعاية الأولية اللي ما عاده المبيت أكثر من 24 ساعة اللي ثمانتعش سنة عمره لغاية الواحد عشرين يحق له كل شي ما عاده عمليات تجميلية ليش قلنا العمليات تجميلية عمليات تجميلية يجب موافقة الأب والأم والأم مجتمعين مع بعض بمعنى شفنا من بعض الحالات في وقت التجميل أن مثلا الأم تاخذ بنتها وتسوي العملية تجميل بعدم موافقة الأب فهذه النقطة أصروا الناس باللجنة أن يكون مجتمعين مع بعض إلا إذا كان أحدهم توفي الفئة الثالثة إذا كان عمره 21 سنة يحق له يوقع على أي شيء كان أو إذا كان متزوج في أي عمر من الأعمار إذن ثلاث بيئات خمسة عشر ثمانتعش وواحد وعشرين طيب لمن لم يستوفي شرط العمر يعني نفترض واحد أقل من ثمانتعش سنة أو أقل من خمسة عشر سنة أو واحد وعشرين طيب منه الشخص الذي يوقع؟ قلنا بالسابق كان الأبو إذا لم يوجد الأم الآن تسهلت الأمور أكثر صار الأبو أو الأم أو الزوجة أو الأقارب أو البالغين الأقارب البالغين حتى الدرجة الثانية أو الممثل القانوني أو الحاضن طيب هذه الموافقات في حال كان الشخص هني ممكن لبعض يسأل شلون الزوجة؟ إذا هو متزوج القانون يقول لك إذا هو متزوج يحق لا يوقع لا هني ذكر الزوجة في حال عدم وعي المريض للتوقيع على العمليات معينة طيب بعض الحالات الجانبية اللي هما الأشخاص اللي يتبع وزارة الشؤون اللي يكون تبع الرعاية والناس الممثلين القانوني لهم وهم اللي يحق لهم يوقعون تبع وزارة الشؤون اللي عندهم الإيواء وكذلك مرضى النفسية والعقليين هذولا يتبعون أحكام قانون الصحة النفسية طيب شو أشياء لازم أتحقق منها من المريض قبل ما أوقع على الموافقة المستنيرة لازم أكون متأكد أنه واعي عقليا شون أعرف أنه واعي عقليا من خلال شغلتين لازم أتحقق أنه يدري منه اللي حولينا يدري أنا منه يدري هو وينه فيه النقطة الثانية لازم يكون عارف شنو العلاجات اللي بيسويها وهو الإجراء اللي راح يتمنا إذا كان فيه شرط من هالشرطين غير متوفر يعتبر توقيعه كأنه لن يكن ولازم أثبت هالشيء هذا بملف في المريض بوجود اثنين شهود شنو اللي أسوي إذا تعذر الحصول على الموافقة المستنيرة إذا كانت الحالة طارئة أروح عالجة دايركت ما أحتاج أي موافقة من أي أحد لكن في حال كانت الحالة طارئة غير مستعجلة بس ممكن تأدي إلى ضرر للمريض هنا أرجع حق رئيس أو مدير المنشئة الصحية أخذ منه موافقة حتى مع رفض الأهل إذا كانت راح تسبب ضرر للمريض المادة رغم ثلاثة عش هذه المادة شوي ما يخالف الركز عليها لأن فيها مخالفة أو عقوبة قانونية العقوبة عبارة عن حبس خمس سنوات وغرامة أو غرامة عشرة آلاف دينار أو بأحدهاتين العقوبتين في حال إفشاء السر لأي مريض من قبل طبيب أو أي مزاول مهنة سواء السر هذا نمى إليك من خلال المريض مباشرة أو من أي طريقة أو وسيلة إن كانت إفشاء السر يؤدي إلى مخالفة في حالات معينة ممكن أن أنا أبلغ أو أبشي فيها السر شنو هي الحالات؟ في حال طلب مني عن طريق النيابة أو التحقيق أو المحكمة في حال إبلاغ أحد الزوجين للآخر لكن آخذ في موافقة خطية كذلك إذا ارتكب إذا كان هذا السر راح يؤدي إلى جريمة بهالحالة لازم أتكلم وأقول عنها في حال أي من الأمراض السارية وكذلك حالات العنف للأطفال وكبار السن ولتبادل المعلومات بين الطاقم الطبي كإجراء علاج عادي وإذا المريض أعطى موافقة على إفشاء هذا السر موافقة تكون خطية مادة 14 إلى 20 المحظورات على مزاولة المهنة مادة 14 ما يصير الطبيب ما يعالج أو يساعد المريض إلا إذا كان خارج عن اختصاصه وطبعا يستثنى من ذلك الإسعافات الأولية حتى لو كانت خارج عن اختصاصك لازم أقوم له بالإسعافات الأولية مادة 15 و16 طبعا هالمادة كذلك فيها عقوبة عقوبتها غرامة 3000 دينار أو وسجن ثلاث سنوات أو بأحدهاتين العقوبتين فننتبه حق المادة المادة تكلم عن حضر الإعلانات تعتبر نوعا ما من مميزات القانون أن منع إعلان عن أسعار الخدمات إعلان عن أسعار المنتجات عن العلاجات كذلك الأدوية والخلطات والمستحضرات والأدوات وغيرها قبل ما حصل على ترخيص فيها طبعا هني قلنا قبل ما حصل على ترخيص فيها هي الفكرة العامة أن نحن نملأ الأسعار والوهم الطبي والادعاب الأفضلية والأولية ساسف والألقاب وغيرها لكن حطينا موضوع قبل الحصول على ترخيص عشان في المستقبل ممكن يكون في بعض هذه النقاط فعلا تحتاج أن يسمح فيها فيكون فيه إمكانية في القانون أن يتم استخدامها من قبل الوزارة كذلك لازم نعتزم بمراعات الأداب العامة في الإعلان وخصوصية المريض في هذا الأمر عدم عمل استبيان أو استفتاء أو عروض أو علانات داخل المنشأة إلا بأخذ موافقة من الإدارة هذه المشكلة قاعد ممكن نواجهونها داخل المنشآت الصحية الحكومية طبعا بالاختصار هو يصير تعلن عن نفسك عن خدماتك عن مكان عملك كل هالأمور هذه تصير لكن النقاط السابقة التي ذكرناها هي الممنوعين لا تصير مادة 17 تنظيم عملية إجهاض المرأة الحامل وضوابطها ما رح نفصل فيها للي حاب يهتم يرجع للمادة مادة 18 عدم حضر عملية إنهاء حياة المريض وجواز إعطاء أدوية لتخفيف الألم فقط كذلك ما رح تشب تفصيلها في ناس ممكن عندها خلاف أو انتقاد على المادة لكن نحن سعينا كثير في أن نحن نجيز هذه المادة لكن شرعا الفتوى والتشريع ما سمحت لنا في هذا الأمر مادة 19 تغيير كذلك ممكن هالمادة ما تعني الكل لكن ناس ما قلنا قانون دسم لازم يغطي جميع الأمور تغيير الجنس وضوابطها هالمادة هذه بما معناها مختصرها إنه في حال راح تم تشكيل لجنة في حال إنه المريض استدعى تغيير جنسه راح يتم موافقة من خلال لجنة من ثلاثة أخصائي مختصين في هذا الشيء ويتم إجراء العملية داخل الكويت وتلتزم باجل جهات بتغيير مستنداتها الطبية مادة 20 كذلك فيها عقوبة خرامتها ثلاث سنوات في 3000 أو إحدى هاتين العقوبتين المادة هي حضر وضبط عمليات عدم الإنجاب إلا إذا كانت تؤدي إلى ضرر فأي عملية تؤدي إلى عدم الإنجاب النهائي نركز على عدم الإنجاب النهائي في حال قيامك فيها فإذن فيها عقوبة إلا إذا كانت تؤدي إلى ضرر مادة 21 إلى المادة 25 وهي ضوابط مزاوية المهنة التصوير للعلاج والتشخيص مسموح فيه إذا كنت بتستخدمه داخل ملفك معناته التصوير لهدف العلاج فقط ليس العلاج التصوير لأغراض التعليم كذلك مسموح لكن أخذ موافقة المريض ممنوع التصوير داخل المنشأة الصحية إلا بموافقة الطبيب والمريض ومدير المنشأة بمعنى آخر التصوير اللي قاعد يصير في بعض العيادات إذا ما تم الالتزام في أخلاقيات المهنة والضوابط اللي موجودة بالقانون راح تعتبر مخالفة لذلك تتم والنقطة أنه لازم يتم أخذ موافقة إدارة المنشأة بمعنى نفس اللي أنا كاتبة لا يجوز التصوير المشاهير والفشنستات وغيرها بدون أخذ موافقة خطية مادة 22 كذلك فيها عقوبة ثلاث سنوات وثلاث تالاف دينار أتمنى أن في البعض قاعد يقول طيب في عقوبات هالقانون بس محطوط في عقوبات ترى عقوبات ما هي شيء يديد يعني هذه العقوبات موجودة أساساً في القانون القديم تقريباً بحدود العشرين مادة أساساً موجودة بالقانون القديم وتم النقلها ولا تم الموافقة على إزالتها ولو نلاحظ لو نشوف العقوبات المذكورة ترى هي يعني عقوبات على مواد مفروض أنها محد يقوم فيها ولا هي مضرة ناس ما سمعنا من البعض أن مهنة الطب راح تصير أصعب الواحد راح يتعقد إذا ديشي الطب أرجع ألاحظ العقوبات اللي أنا قاعد أذكرها راح نلاقي أن كل الأمور بسيطة ومنطقية ومفروض أن نحن ما نسويها بحياتنا الروتينية شنو هي المادة؟ كتابة تقارير أو تقرير طبي مزور في حال أنك أنت زورت تقرير طبي هذه عقوبتها أو كتبت وصفة ما عليها المستردات أو البيانات اللازمة لهو الاسم التاريخ ووقت العمل هالأشياء هذه يعني الهدف منه تزوير أو الاتفاف عن الحقيقة مادة 23 تنظيم العلاج حسب التخصص هذه المادة نحطت لضبط بعض العلاجات اللي كنا نشوف بعض التخصصات تقوم بعلاجات تخصصات أخرى فتم وضع بهالمادة أنه يتم تشكيل لجنة تشاورية من رؤساء الأقسام وكذلك القطاع الأهلي عشان لا يتسبب لهم ضرر بتنظيم هذه العلاجات مع التخصصصات عمليات التجميلية طبعا من ضمن النقاط والتعليقات اللي شفتها هنا على انتقادات القانون إنه ما في ضبط لعمليات التجميلية في القانون لا في ضبط أنا حتى ما حطيت تفصيل المادة لكن باختصار في حال العمليات التجميلية لازم تقوم بشرح للمريض جميع تفاصيل العملية قدر الإمكان سواء من رسومات صور مقاسات أي مستندات لها علاقة بهذا الشيء اللي مهتم ممكن يرجع للمادة بالقانون مادة 24 ضاف لنا بعض تنظيم بعض العلاجات المستقبلية أو اللي ما كانت موجودة أو منظمة بالقانون منها العلاجات المنزلية ممكن أنا مذاكرها لكن معاها اللي هي الرعاية المنزلية علاج عن بعد أو يمكن اللي حين قاعد نشوف اللي جدان فيه ناس قاعد تفتح أبلوكيشينات الأونلاين للمواعيد وكذلك بالتشخيص تنظيم عمليات الخلايا الجذعية والتلقيح الصناعي تنظيم الطب التقليدي والتكميلي ورح تنحط لها ضوابط إن شاء الله مادة 25 تشكيل لجنة لوضع ضوابط وتقترح اللواحي الخاصة بإخلاقيات المهنة هذه المادة كذلك شفت أنا انتقاد من اللي طلع على انتقادات على القانون إنه ما في لجنة فنية هذه المادة هي مقاربة للجنة الفلية اللي نقال عنها إنه هي لجنة عبارة عن جمعيات النفع العام وقطاع الأهلي وكليات الطب والناس ذات الصلة تعطي وتقترح وتقول ضوابط وأخلاقيات وأعراف مزاولة مهنة الطب كأنه مكتب استشاري حقوق المريض كذلك حقوق المريض رح يمشي عليها سريع لأنه حقوق عادية أساساً نحن قاعد نقوم فيها بشكل عام إذا في شيء معين نحن رح نرجع له للمريض الحق إنه يتعالج لازم أشرح لحالته وأسبابها ومضاعفاتها لازم كل مريض يكون عنده ملف إلكتروني أو ملف عادي ينحط فيه التحاليل وفحوصات وغيره ما فيه شيء يديد بالموضوع يعني التحقق من أهلية المريض وعقله في حال أخذ الموافقة يحق المريض رفق الموافقة بأي وقت ناس ما ذكرنا في السابق تزويد المريض أو المثل القانوني بأي معلومات في حال طلبها لما نقول أي معلومات يعني تقرير طبي مو معنات أنه نعطي ملفه ويأخذه ويمشي لا يجوز إجراء تجارب أو أبحاث بدون موافقة أو بدون ترخيص من حق المريض معرفة تكاليف هذه ممكن تخص القطاع الأهلي أكثر من حق المريض معرفة تكاليف العلاج اسم الطبيب المعالج خطة العلاج وكذلك الترجمة إذا طلب الأمر حلو الفصل الخامس اللي هي المسؤولية الطبية تقوم المسؤولية الطبية متى تقوم عليك مسؤوليتك إذا ارتكبت خطأ نتيجة تهاول أو مخالفة أو جهل بأحد أصول وقواعد الطب إذا أجريت أبحاث غير مرخصة إذا أهملت وقصرت متابعة العلاج أجرى علاج مخالف لقرارات تنظيمات الوزارة أجرى علاج أو وصف دون أن يكون مؤهل أو ما كان من تخصصي استخدمت أجهزة دون علم أو تدريب عليها ولا تقوم مسؤولية الطبيب إذا متى ما تقوم مسؤوليتك إذا تثبت أن الضرر بسبب إهمال الطبيب بسبب إهمال المريض المريض رفض أو امتنع عن العلاج أو اتباع التعليمات إخفاء معلومات من المريض خطأ مرفقي أو خارجي بمعنى الأجهزة اللي حولينك ما ساعدتك خطأ من المستشفى أو المنشئة الصحية وليس منك أنت مضاعفات طبية متعارف عليها شيء تقليدي هذه يمكن ضفناها يديدة اتبع سلوب مختلف عن الأساليب العادية بمعنى أنه ممكن فيه خنقول واحد قاعد يتبع طريقة سكول معينة في العلاج هذا المتبع بالكويت لكن واحد سوى علاج مختلف لكن يعتبر نوع من أنواع العلاجات في هذه الحالة ما يعتبر خطأ منك في حالات الكوارث والحالات الطارئة طيب ويلتزم كل مزاولة المهنة بهذه المسئولية قدر الممكن تطبيقه ولا يجوز وضع شرط لتحديد أو العفاء من المسئولية بشكل عام يعني كل النقاط التي ذكرناها سابقا نقرأ هذه النقطة يتوضح لنا الأمر بشكل عام بشكل عام لا يسأل الطبيب عن النتيجة ما دامه بذل العناية اللازمة واستخدام المتاح له عند التشخيص والعلاج مثل أي طبيب في ظروفه وتخصصه هو مستوى العلمي والعملي نركز على كلمة في ظروفه بمعنى مرات تكون بعض المشاكل أو الأخطاء تصير بسبب الظروف المحيطة لي فأخذ هذا الشيء بعين الاعتبار في مسئولية طبية مادة 35 اللي هي مادة التعمين ضد الأخطاء الطبية أهم كان في بعض هنقول الناس حاولت تعرف أو تنتقد أو تفهم شنو معنات الصندوق صندوق الأخطاء الطبية الفكرة منه أن الوزارة راح تنشئ صندوق يأخذ استقطاعات معينة بسيطة من مزاولة المهنة ما تم تحديدها لكن أنا توقعي بحدود الخمسة إلى عشر دنانير شيء شذيء ما بيأقول رقم معين ما أدري لكن هذا تصور عام لحسبة أرقام سريعة في حال أي خطأ طبي الوزارة ما رح ترجع عليك في تزديد المبلغ الوزارة هي ملتزمة في سداد هذا المبلغ وعدم الرجوع على مزاولة المهنة في حال صدور أي حكم قضائي في خطأ من الأخطاء الطبية من الأشياء اللي قالوا هالناس طيب ليش ما الصندوق هذا يغطي من الانتقادات اللي أنا سمعتها بما أني ما راح أتكلم عن الانتقادات بروحه نتكرها بشكل عام واللي بالقطاع الأهلي ليش ما يغطي بالقطاع الأهلي الوزارة يد قالت زي أنا أنا بالقطاع الأهلي أنت هناك بتسوي عمليات تجميلية بتسوي أخطاء ممكن أخطاءك تكون كثيرة أنا ما عنده أي تحكم أو سلطة على القطاع الأهلي بالأخير هذا بزنس خاص فما فيها منطقية أن أنت تخطئ وتهمل ولا أخير عندك لا مباراة لأن الوزارة راح تسدد لي هناك تم إرزامهم بالتأمين ضد الأخطاء الطبية عن طريق شركات التهمين أما القطاع الحكومي لا يشمل منتسبينه كامل مو بس اللي بوزارة الصحة تم إضافة جميع الجهات الحكومية يعني اللي بالنفط اللي بالدفاع اللي بالشؤون بالداخلية الحرص أي أن كان راح يشملهم هذا القانون نوع على من المادة 36 إلى 54 جهاز المسؤولية الطبية طيب هذا جهاز يديد مستحدث هو عبارة عن جهاز أو هيئة كذلك أعتقد أنه في صفحة كاملة بس نقاش عن الجهاز أنا بتكلم عنه بشكل عام قبل ما أمشي بنقاطة أنا بفتح كل السلايدات وأتكلم عنه أنا بشكل عام الجهاز هو عبارة عن هيئة أو جهاز رئيسه يتم تعيينه من قبل مجلس الوزارة بعد أخذ رأي جمعيات النفع العام وترشيح من الوزارة راح أذكر شنو هو الجهاز وشنو الانتقادات اللي انقالت عليه وشنو الردود على هذه الانتقادات من الانتقادات أن هذا الجهاز غير مستقل له هو الجهاز مستقل وحاولنا كثر ما نقدر يصير فيه استقلالية الانتقادات اللي قالت أن الوزير هو مسؤول عنه كل هيئة كل جهاز بالكويت الوزير مسؤول عنه سياسيا أو يمثل جدام مجلس الأمة لكنه هو جهاز مستقل عشان نزيد من استقلالية الجهاز حرصنا أن رئيس الجهاز ونائبة يكون لهم دورة واحدة فقط أربع سلامات ولا يجدد لهم عشان نبعد أي ترضيات أو ولاءات لأي جهة كانت بهدف إرضاء الغير لتجديد هذا المنصب كذلك الفكرة من الجهاز أن في السابق في حال أي شكوى طبية هذا اللي كان عنده شكوى أو عرف أو مر أي مشكلة طبية في السابق كانت أي شكوى تبتدي من المخفر تروح إدارة التحقيقات أو نيابة وكذلك القاضي في المحكمة يقوم يرجعها إلى يختار يا يوديها الطب الشرعي يا يوديها جامعة الكويت يا تشكلها لجنة من وزارة الصحة وكثير من هذه الفئات اللي أنت وحظك عارة تشوف وين تروح كثير من هذه الأماكن ممكن ما يكون فيها مختصين في تخصصك ممكن اللجنة تكون غير منصفة فالحين اللي صار أنه لا الجهاز هذا هوش اللي هي الجهة الوحيدة اللي تعطي الرأي الفني في الخطأ الطبي ما راح اعتمد على الطب الشرعي ولا غير اللي قد لا يملكون مختصين في هذه المشكلة طيب كذلك في القانون نفسه عشان لا نترك المساحة والمجال لأي أن كان يمسك الجهاز أو أي جهة مستقبلا حددنا شنو تشكيل اللجنة تشكيل اللجنة راح يكون عبارة عن وحطينا ضوابط لها راح يكون عبارة عن ثلاثة اخصائيين في تخصص المشكلة المشكلة في حقها كذلك واحد طبيب من الطب الشرعي وطبيب من الطب المهني لتقدير أي أضرار مادية أو جسدية وطبيب من كلية الطب في التخصص وواحد قانوني من الفتوى والتشريع أو كليات الحقوق يكون برتبة استشاري وكذلك تم تحديد خبراته وللجهاز الحق في الاستعانة في أي جهة يشوفها مناسبة من الانتقادات كذلك اللي قالت أنه على قولتهم استبعاد إذا كان في أي خصومة تجارية بين المشكلة بحقها واللجنة فأنت هنا راح تقلل من الخبرات اللي ممكن تشارك في مجال التحقيق بالأكس هذا شيء مفروض يكون مفرح هذا الشيء مفروض يكون يؤدي إلى الإنصاف والعدالة بالموضوع المعنى من المادة أنه في حال أول شيء من الضوابط اللي موجودة أنه ما يصير الشخص يكون فيه أي علاقة بينه وبين اللجنة لغاية الدرجة الرابعة أي أقارب من الدرجة الأولى لغاية الرابعة ما يحق لهم الانضبام في لجنة التحقيق وكذلك إذا كان فيه أي خلاف تجاري ما يحق للتحقيق اللي ينتقدر مو عاجبة إذا فيه خلاف تجاري ليش ما تبي يشارك؟ أنا الآن إذا أنا عندي خلاف تجاري مع أي شخص أكيد ما راح أرضى أنه يحقق معاين فهذه النقطة مفروضة تكون إيجابية واللي صالح للأطباء مو المفروض أن أنا أنتقدها وإذا ما ديش بتفصيل المادة نقدر نرجع همين فيهم تقريبا بحدود الثمان صفحات فيها تفصيل تشكيل الجهاز لكن هذا المختصر وموجود آلية التظلم فيه شنون صايرة آلية التحقيق جمعية النفع العام لها حقنها تشارك أو تساهم وتكون متواجدة في وقت التحقيق ووقت اللجنة وهذا الرأي هو الرأي الفني الوحيد اللي يؤخذ فيه في القضاء إحنا نزين هذا اللي إحنا ذكرنا أنه ثلاثة من نفس التخصص كل الأعضاء اللجنة شلون صاير والجهاز لحق استعين وأعضاء جمعية النفع العام طيب وهذه نقطة تم الانتقاد عليها آخر واحدة للجهاز الحق في إيقاف الترخيص موقتهم في حال المخالفات الجسيمة أو الخطرة طيب هذا المادة أساسة موجودة الحين القانون السابق الوزير للحق أنه يوقف الترخيص كوقف احترازي إحنا اللي ضفنا أن الوقف لازم يكون مخالفة جسيمة متكررة والوقف هذا لازم يكون مسبب يعني ما يصير أنا وقف بس لأن أنا بوقف يمكن فترة اللي طافت يمكن فيه ناس شافت بعض العيادات تم وقفها بعض التراخص تم وقفها وليل الحين ما طلعت نتيجة التحقيق فهذا الشيء هني شوية على جناب القانون ومع هذا ضفنا نقطة في حال وقف الترخيص الوزارة ملزومة في استمرار الراتب الراتب ما رح يوقف معناته إذا أنت مو مخالف وتدري أن أنت ما عليك خطأ رح تقعد بالبيت لما ينتهي التحقيق وراتبك ماشي وإن شاء الله ما يكون عليك كلها العافية من الفصل السادس اللي هي المنشآت الصحية المنشآت الصحية ما في شيء يديد فيه نقطتين رح أذكرهم رح أمشي على السري يجب التأمين على العيادات وأجهزاتها والعاملين فيها مادة 56 يجب توافر الاشتراطات الأمنية طبيعية ما في شيء يديد بيئة وتلوث وحريق نفايات 57 لازم الاشتراطات هذه تكون متوافرة طول وقت الترخيص وإذا أي تعديل لازم أبلغ فيها الوزارة ني على مادة 58 هنا اللي شوية صار فيه تعديل بهذه المادة مادة 58 شو تقول تقول أن المستوصف والعيادة هي حق للطبيب الكويتي فقط ولا يجوز فتح أفرق طيب كذلك المستشفيات والمراكز المستشفيات والمراكز طبيعي الوقت الحالي اللي موجود أن المستشفيات والمراكز للطبيب الكويتي ما زالت للطبيب الكويتي لكن نظمت عملية الشراكة كثير من الأمثلة اللي موجودة الحالية أنه في مجموعة شركة أطبة فاتحين مركز طبي لكن اللي مواجه الوزارة هو طبيب واحد اللي لحق القانوني هو طبيب واحد المادة هذه نوعا ما نظمت عملية الشراكة بين الأطباء راح يتم تفصيلها إن شاء الله باللاحة التنفيذية أكثر طيب النقطة الإضافية اللي هي موضوع إحنا نقلنا الشركات حق الأطباء الكويتيين لازم وجود طبيب الكويتي ضفنا زيادة عشان قيمة ترخيص الطبيب الكويتي يكون لها قيمة إضافية المراكز اللي عندها أفرع ووجب وجود طبيب الكويتي في كل فرع حلو هذه شغلة إضافية سواء كان طبيب فول تايم أو بار تايم النقطة اللي بدي أتكلم عنها يعني حتى لو بالعلن نتكلم عنها إحنا كثير من المرات كجمعياتنا في عام يتم مطالباتنا من قبل زملائنا الأطباء بإلغاء بدل الاختصاص خصم بدل الاختصاص بإلغاء بدل الخفارة بكثير من المطالبات بني نرفعها للوزارة والوزارة غالبا مرات تكون مقتنعة لأنها عايشة واقع العمل الفني لوياننا فتقول صح إحنا موافقين ما في أحد ما مر عليه من الوزارة إلا هو موافق إنه يعطي شيء لا فايدة للأطباء لكن بالنهاية الموضوع يرفع لديوان الخدمة المدنية ديوان الخدمة المدنية يرفض وإحنا كجمعياتنا في عام بالواقع ديوان الخدمة المدنية يواجه هو المسؤول عن كل وظائف الدولة فما رح يرد على جمعية ويخلي جمعية ثانية كثير من الجمعيات قاعد تاخذ مطالبات فما باليد حيلة كان نين نواجه الوزارة الوزارة توافق هناك يتم الرض في هذا الموضوع بالذات لما نيني على موضوع البار تايم نتكلم عن البار تايم يقول لك البار تايم أصلا هو ماك شيء اسمه بار تايم أنت كطبيب ما في وظيفة بالكويت فيها بار تايم يعني ما بيأذكر أمثله على الوظائف لكن ما في أحد يداوم بالحكومة ويداوم بالخاص فهذا البار تايم كان فيه أكثر من موقف أو أكثر من تنويه أنه رح يلغى موضوع البار تايم للأطباء الميزة التي سويناها في القانون أننا ثبتنا حقية البار تايم للطبيب الكويتي فانضافت كلمة العمل الجزئي في الأفرع بالقانون فهذه الجزئية ثبتت موضوع العمل الجزئي وفي جزئية ثانية إن شاء الله رح نشوفها من المواد عطت صلاحية للوزارة بأن نحن يكون مطالباتنا مع الوزارة طيب مادة 59 اشتراطات ومواصفات مدير المنشأة بهالمادة هذه ممكن تخدم بعض التخصصات الناس اللي عندها مختبرات اللي عندها مراكز أشعة كان واجب أن يكون فيه طبيب هنا صارت أن إدارة التراخيص ممكن تعطي صلاحيات لغير الطبيب في إدارة المنشآت معينة أو تخصات معين رح يتم ضبطها في الأواحة التنفيذية إذا تم إضافتها 60 التزام بوجود ملفات مكتوبة أو إلكترونية في المنشأة الصحية 61 لازم الترخيص يكون ظاهر ماكو شيء يديد يعني في حال تغير صاحب الترخيص في حالة الوفاة لا سمح الله الورثة لازم يبلغون 63 يلغى ترخيص المنشأة الصحية في الحالات التالية أهم سبعة لكن أنا بذكر ثنتين أهم المهمين السبعة أشياء طبيعية وروتينية أنا ماكو شيء يديد إذا ثبت تأجيرها تأجير المنشأة الصحية أو مديرها للباطن إذا العيادة مترخصة بالباطن أو إذا تم إغلاقها أكثر من ستة شهر بدون عذر بعض النقاط أشياء مخالفات طبيعية ذكرها في السابق مادة 64 الوزارة تقوم بتشكيل لجان تفتيش شيء طبيعي يجوز 65 إخراج المريض إذا ثبت استقراره بعد توقيع ثلاثة أخصائي هذه المادة ممكن تخدم بعض المستشفيات الخاصة أو حتى الحكومية أنه في مرضى يقعدون بالمستشفى حتى لو هم متعافين يرفضون إخراجها وما في أي شيء بالقانون يقدر يسمح لك أن تخرجها هذه المادة هذه حلت الموضوع بعد توقيع ثلاثة أخصائيين وإذا كان في أحد يعول له الشخص هذا خاصة كبار السن أثبت من هالشيء هذا مادة 66 أمر طبيعي في حالات الوفاة لازم إبلاغ الأهل والجنائية التزامات مدير المنشأة عدم التمييز بين المرضى هذا يتكلم من التزامات مدير المنشأة الصحية الحكومية والأهلية عدم التمييز بين المرضى وإعطاءه لوليا المسنين والمعاقين توفير الدعم للطاقم وإبلاغهم بالإقرارات والتعاميم تجهيز المنشأة في الاحتياجات والأدوات والسجلات الطبية معدة 68 يحضر أو محظورات مدير المنشأة ممنوع أنك تشغل طبيب بدون ترخيص ممنوع أنك تملع الطاقم من العلاج في حالات الطوارئ والكوارث ممنوع إجراء العلاجات الغير مسموح فيها حسب تعاميم وزارة الصحة الفصل السابع قبل الأخير اللي هو العقوبات العقوبات تقريبا كلها ذكرناها بالسابق الحين فقط إعادة ترتيبها عندنا نوعين من العقوبات يا غرامة خمس سنوات سجن وعشر تالاف دينار يا غرامة ثلاث تالاف دينار وثلاث سنوات سجن طيب الخمس سنوات والعشر تالاف دينار على شنو إذا مزاول المهنة زاولت المهنة بترخيص ملغي مسحوب رفض تجديدة منتهي أكثر من أربعة أشهر ننتبه حق موضوع أربعة أشهر لأنه خلال انتهاءه إلى مدة أربعة أشهر مخالفتها راح تكون ثلاثة بثلاثة ثلاث سنوات بثلاث تالاف مش خمس سنوات أوكي وهني طبعاً لهذا السبب تم إلزام إدارة التراخيص بمدة شهرين لإصدار الترخيص وتم وضع شرط أنك أنت تقدم على الترخيص قبل ما ينتهي بشهرين زي العقوبة الثانية أو المخالفة الثانية شغل عيادة سوري مو مخالفة الثانية هذا اللي أنا نبهت عليها إذا الترخيص كان مسحوب آسف ملغي بأقل من أربعة أشهر يعني ملغي الترخيص لمدة أربعة أشهر أنت إني تاخذ ثلاث سنوات تزوير أو الغش في الحصول على الترخيص استخدام لقب من الألقاب أو أوهم أنه طبيب أو أحد مزاولي من هنا يعني إحنا كل لو نرجع حق المواد هذه كلها مفروض أنه ما في أحد قايا يسويها أنا ليش أشتغل بدون ترخيص أو ترخيصي مسحوب أو ملغي إذا تزوير أو الغش في الحصول على الترخيص استخدام لقب أو أوهمت الناس بيتخصص معين وأنا هذا الشيء غير صحيح لكن في ميزة طبعا هم من ضمن النقاط أطلاف ملف أو أحد محتويات الملف عمدا يعني أطلافت شيء عمدا تهربا من شيء معين أفشى سر من أسرار المرضى هم ذكرناها بالسابق إذن كل المخالفات مفروض أن الواحد يكون متجنبها بشكل عام طيب هنا في عندي نقطة ضافة قيمة أو حماية لمزاول المهنة في حال أي تعدي جسدي على مزاول المهنة في السابق كانت المخالفة يمكن 500 دينار الحين تم مضاعفة أو تغليض العقوبة إلى 5 سنوات سجن أو 10 ألاف أو إحدى هاتين العقوبتين على أي شخص يتعدى على مزاول المهنة تكلم مزاول المهنة بشكل عام وفي حال السابق والقذ في حال السابق رح يكون 3 سنوات أو 3 ألاف دينار فهذه تعتبر ميزة وحماية للطبيب أو مزاول المهنة عقوبات اللي هي 3 سنوات ب3 سنوات تقسيمة ثانية إذا خالف المادة 15-16 15-16 اللي هي شنو إعلان الأسعار والأجهزة والتونة ذكرناها مادة 20 اللي هي عدم إجراء عمليات تؤدي إلى عدم الإنجاب أو كتابة تقرير أو تزوير شغل عيادة بدون ترخيص أو ترخيصها منتهي ناس ما ذكرنا فوق أي شخص صدر من نسب أو قذف لمزاول المهنة ناس ما احنا ذكرنا يجوز للوزير غلق المكان هذه مادة أوريدي موجودة في حال لين يتم الفصل في القضية طبعا قلنا في الأشياء الجسيمة وهذا المادة موجودة أوريدي في القانون السابق عقوبات على مزاول المهنة يستخدمها الجهاز طبعا كذلك من النقاط اللي تم ذكرها أن ليش الجهاز هو جهة قضائية أو تأديبية الوزارة قاعد تصير جهة تأديبية وإدارة التراخيص قاعد تصير جهة تأديبية بأنها توقف ترخيص تلغي ترخيص تسحب ترخيص هذه الإجراءات اللي قاعد تتم وأغلبية التحقيقات اللي قاعد تصير يمكن في بعضهم يشوفها أنها مو منصفة يكون معاي محقق يحقق وياي شخص غير ملم في تخصصي ما قاعد يأخذ بعيد الاعتبار اللجنة سريعة تصير الشخص يحس أنه مواخذ حقي فصارت هذه العقوبات التأديبية موجودة عن جهاز المسئولية الطبية ضفنا على هذه العقوبات اللي هي التنبيه والإنذار ووقف ترخيص موقت والغاء الترخيص ضفنا عليها غرامة ألف دينار لمزاول المهنة ليش؟ لأنه يعني أنا أشوف مرات أن العقوبة تكون غرامة أفضل مما أنها تكون الغاء أو سحب ترخيص فضفنا هذه العقوبة وعلى المشاهة الصحية نفس العقوبات لكن الغرامة راح تكون أغلظ شوي 5000 دينار لكن أنا أعتقد بعض المنشآت أتوقع تقولك ما يخالف غرمني غرامة مادية ولا أنك توقف أو تسحب ترخيصي مادة 76 لا يجوز تقديم على ترخيص إلا بعد مرور سنة واحدة في السابق كانت سنتين احنا قللناها إلى السنة الواحدة الفصل السابع أحكام عامة مادة 77 ودي أتكلم شوي عن المادة هذه هذه المادة نيزة من المميزات اللي حصل عليها الطبيب فقط اللي هي أنا أقدر أسميها عطاة حصانة للطبيب في السابق في أي مشكلة تصير لأي شخص في بالبلد أي مشكلة كانت طبية ولا غير طبية أي شكوة أي قضية تأخذ مجراها تبتدي من المخفر بعد المخفر إدارة التحقيقات أو النيابة وبعدين تبتجه إلى المحكمة اللي صار نص المادة معناته إن الطبيب صار عنده نوعا ما من الحصانة أو الرفع بحيث إنه ما يدخل مخفر ولا يروح إدارة التحقيقات فقط النيابة هي الجهة الوحيدة اللي لها الحق في إدعاء أو استدعاء الطبيب أو في حال صارت لأي مشكلة في الشارع الطبيب راح يتوجه إلى النيابة حال حال بعض الفئات في الدولة ما عدا وتعمدنا أن نحطها النقطة هذه اللي هي مخالفات أو ما يخص قانون المرور بمعنى قلنا أنت ليش نغلط بدأ ما تكون فايدة للطبيب تصير ضرر في حالة حادث ولا مخالفة مرورية بتاخذ ورقة حادث أو غيرها خلاص مخفر ويمشي الإجراء الطبيعي لكن بأي شكوة كانت في ناس سألتني السؤال هل أنت قعد تكلم عن شكاوي اللي تخص الطب فقط لا أي شكوة أي مشكلة صارت لك لو شنو كان مشكلة هوشة بالشارع لا سمح الله أي دعوة أو أي شي الحصانة هذه موجودة فقط مع وكيل النيابة شنو في إضافة على هذا الموضوع ما بيتكلم مادة 78 بكمل المادة نفسها أن لا يجوز القبض على مزاولة المهنة إلا بحكم من المحكمة أو من النيابة إلا إذا كان بالجرم المشهود وهذا هم كذلك بعض الانتقاد عليها أن معناته أنه راح يتم القبض على مزاولة المهنة إحنا ما تكلم جرم مشهود ما في أحد ما يقبض عليه بالجرم المشهود أنت قاعد تطيق واحد ولا تذبح واحد ما يتم القبض عليك هذا شيء واجب طبيعي منطقي هذا بس ردنا على بعض الانتقادات اللي قالت مادة 78 هذه العقوبات التأديبية لا تغنيك على المحاسبة الجزائية والمدنية أي عقوبات تأديبية اللي ذكرناها بالسابق للجهاز اللي هي تنبيه انذار وغيرها إذا كان في شكوى من أحد عليك جهاز المسؤولية الطبية هو الوحيد اللي لا الحقية وانا قلنا النقطة هذه من قبل الوحيد اللي يأخذ برأيها الفني باج الأمور لا يتم القبض على مزاولة المهنة إلا من المحكمة أو النيابة أو بجرم نشهود توني ذكرتها مادة 80 إعطاء صلاحيات ديوان الخدمة للوزير توني شرحت أننا نحن قاعدنا نطالب بكثير من النقاط والوزارة توافق عليها والوزارة تأيدها لكن للأسف لمنين للتطبيق ديوان الخدمة يرفضها الحمد لله كل الصلاحيات هذه صارت عند وزارة الصحة فالمفروض الحين على جمعيات النفع العام أو الأطب أو مزاولة المهنة في أي مطالبات يكون نقاشهم مع الوزارة مباشرة مطالباتهم مع الوزارة مباشرة كذلك هذا شيء سهل للوزارة استقطاب بعض الأطباء أو بعض خلق نقول الناس الخبراء اللي ممكن يساعدون ويساهمون في ارتقاء مستوى الطب هنا ديوان الخدمة ممكن كان يرفض بعض المرتبات اللي خد ما يستوع بهذا البعض في قطاع الطبي فهذا سهل صلاحيتها للوزارة لاستقطابهم مادة 81 يجوز وضح حد أعلى وأدنى للوزارة موجودة هذه الأردية من قبل بعد التشاور مع جمعياتنا في العام والجهات الأهلية مو معناه تلازم تنحط لكن يجوز مادة 82 الرسوم ترجع لخزينة الدولة مادة 83 حل مشكلة أو قضية معادلة الشهادات يمكن كثير مننا واجه هالمشكلة معادلة الشهادات تاخذ مننا جهد ووقت كبير في التعليم العالي الحين صار معادلة الشهادات الطبية والموافقة على الابتعاث على بعض الجهات الطبية اللي تشوفها الوزارة صار الأمر هذا راجع للوزارة ولهالحق هنا تستعين في أي جهة تبيهة التعليم العالي أو غيرها لكن كثير من الأماكن اللي الوزارة ودها تستقطب منها فئات طبية أو فئات طاقة واقم طبية ما تقدر بسبة عدم معادلة هذه الشهادات أو عدم اعتمادها ممكن جهاز الاعتماد الأكاديمي يعتمدها وما يعتمدها والوزارة تشوفها جهة زينة كذلك في البوست جرادوت كثير من الجهات أو الفئات أو الجامعات اللي ممكن الوزارة تبيهة بتبتعث لها لكن للأسف غير معترف فيها بسبب عدم اعتمادها من جهاز الاعتماد الأكاديمي أو الوزارة هل ما دحلت الموضوع وخلت هذه الأمور عند وزارة الصحة هي اللي تحددها بالتعاون مع الجهة اللي تشوفها مناسبة مادة 84 تسقط أي دعوة بعد مروثة السنوات يعني ما يصير واحد يحاسبني على شيء قبل أكثر من ثلاث سنوات 85 إلغاء القوانين السابقة 86 اللايحة التنفيذية يتم وضحها بالتشاور مع جمعيات النفع العام هذه المادة تم إضافتها بتعاون مع بعض أعضاء مجلس الأمة واقتراح مننا ومنهم أن نضمن أن القانون بعد ما يطلع نحن نكون متواجدين في إقرار لوائحة تنفيذية لهذا السبب نطلب من الجميع في حال قراءة القانون أو السماء حق هذه البرزنتيشن البسيط السريع أن أي ملاحظة عندكم نتمنى أنكم تزوجونها فينا تعطونا ياها بحيث أنها ممكن تفيدنا في أخذها بعين الاعتبار في إقرار أو كتابة لوائحة تنفيذية لهذا القانون يستمر العمل بالتراخص الحالية لانتهاء منها يعمل هذا القانون بهذا القانون من تاريخ نشرة في جريدة كويت اليوم ويتمنى أن العمل يكون خير ومنفع للقطاع الطبي وإحنا اجتهدنا وبالآخر إن شاء الله يكون اجتهادنا هذا شيء طيب ومشكورين وسامحونا على الإطالة ترجمة نانسي قنقر